نتمنى إن شاء الله تعالى إن انتخابات تجرى في جو يعبر عن قيمة النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي مش بس كجمعية عمومية لأعضاء النادي لا كجمعية عامة تهم الملايين في كل مكان الأهلي ينتخب منذ بدايته زي ما حضراتكم متابعين الفرصة متاحة لكل السادة المرشحين اللي استجابوا لدعوة المدير التنفيذي للنادي للظهور من خلال شاشة الأهلي على مدى وقت الأهلي ينتخب لعرض برامجهم وأراءهم وأفكارهم عايز أقول لكم بكرة إن شاء الله زهرا اللجنة القضائية من هيئة قضايا الدولة المشرفة على الانتخابات بحضور السادة المستشارين المكلفين بالإشراف القضائي على انتخابات الأهلي يكون لهم لقاء مهم جدا زهرا بمقر النادي في الجزيرة علشان يكون كل السادة المرشحين موجودين بنفسهم يتم الاتفاع على كافة الترتيبات للعملية الانتخابية عدد المندوبين ما كان حضورهم سواء في لجان الاقتراع أو لجان الفرز فيما بعد كده ضوابة الفرز عمليات الفرز شكل البطلان جزء كل التفاصيل القانونية هتكون على اجتماع اللجنة القانونية المشرفة على انتخابات الأهلي مع السادة المرشحين الأهلي ينتخب النهاردة ضفنا الأستاذ خالد سليمان المرشح لمقعد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الفاصل هيكون معنا الأستاذ خالد سليمان المحامي ترجمة نانسي قنقر